خلينا على أي حال ندعب سريعا لموجز الأنباء بصحبة زملتنا منا شارعا شكرا لك مصطفى أتمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام وتناول الاجتماع متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام في ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة وبما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة وبما يعظم المردود الناتجة عنها لصالح الاقتصاد الوطني كما تبع الرئيس السيسي مستجدات تطوير شركة النصر للسيارات في إطار جهود استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تمتلكها وجه رئيس السيسي بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية وتزويدها بكافة الأدوية والأجهزة اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه جاء ذلك خلال اقتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بإضافة عيادات تخصصية لخدمة وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية بما يساعد على تغطية تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج ومتابعة مرضى الأمراض المزمنة ورعاية كبر السن يصطدف الأردن اليوم قمة بغداد الثانية للتعاون المشترك والتي تأتي استمرارا لقمة بغداد الأولى التي عقدت في العاصمة العراقية نهاية أغسطس من العام الماضي وتهدف القمة لدعم جهود العراق في مواجهة تحدياته كما تناقش تحديات الأمن الغذائي والدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم وتجمع القمة العراق ودول الجوار إضافة إلى فرنسا هذا ويشارك في القمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت وزير خارجية للتحاد الأوروبي أيضا جوزيب فوريل أعلنت السلطات الأوكرانية أن الكهرباء مقطوع عن 80% من سكان العاصمة كييف وأكدت السلطات أن وضع إمدادات الطاقة في كييف مازال صعبا مشيرة إلى أن حالات انقطاع الكهرباء تصل لأكثر من 10 ساعات في اليوم يلتقي اليوم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يلقي عفوا خطابا بمجلس العموم حول ارتفاع تكلفة المعيشة وفي أكبر إضراب من نوعه في تاريخ الخدمات الصحية البريطانية ينفذ اليوم نحو 10 ألاف موظف من سائق سيارة الإسعاف والتمريد في إنجلترا وويلز إضرابا لزيادة الأجور أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 بإجماع أعضائها بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب كما أوصت اللجنة بأن تتم ملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية وهي المصادقة على نتائج الانتخابة الرئاسية والتآمر على الدولة الأمريكية والإدلاء بتصريحات كذبة ورياضيا استقبلت جماهير غفيرة من منتخب الفرنسي في العاصمة باريس بعد خسرته في المباراة النهائية بكأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنطي واحتشد الآلاف في ساحة الكونكود في باريس حيث أشعلت الجماهير ألعابة نارية ولوحت بالعالم الفرنسي لأبطال الفريق نهاية مجزة ثامنة وعودة لاستكمال باقي فقالت صباح الخير يوم مصر ببعض الفاصل